اشتركوا في القناة يسقط ولكن يتابع سلام مر وعبر رامي عامر يلعبها بوسط الملعب ما زالت مستمر يا الله لقطة رائعة ومشهد رائع بلمس هذه المرة ايضا محولة الى الامام صيح نعيم تسحب كوراني تعود الكرة مباشرة من حسن ابو كب لي ادم غندور هناك المس في واسط الميل واتباوية تعود اتجاه صياح النعيم من امام عبدالله حمود نعيم يلعب العرضية الله البحث عن عرضية البحث عن هدف مع بداية الشوط الثاني ملعوبة التمريرة كانت ولكن خاطئة ومقطوعة من لعبي فريق الوثبى عبدالجواد بيطار ارسلها الى اسعد الخضر في وسط الملعب اسعد والتمريرة الى عبدالجواد وصلت عنده وال الكرة عند عبدالجواد بيطار عبدالجواد ليرامي يا سلام على النقلة عبدالهادي مر ولكن مقطوعة منه تعود وثباوية الحكم يقول لا شيء الكرة ملعوبة على الجهة اليسرى خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة هذه العرضية عادت الكرة على اليمين شوف الكرة بالكعب تهيأ في جبلة بهدف مقابل لا شيء وايضا على الساحل في الجبلة الماضية باربع مقابل هدف كرة وثباوية تسدي والكرة جبلوية وتعود بالخطأ وثباوية اللعب بالنار في الخطر خلف الجبلوي الكرة عند رامي عامر يلعبها ما زالت عند رامي عامر بالكعب ومقطوعة الكرة مرة اخرى تعود وثباوية في وسط الملعب لعب بينية ممتازة جدا هذه الكرة للوثبا أسعد خضر وكان حاضر في اللقاء الماضية كرة في الوسط لفو داري الأمهب الكعب هيئها مر خدوهات ولكن مقطوعة الكرة وانطلاقها على الجهة اليسرى لصالح فريق الوثبا ملعوبة الكرة بينية إذن هدف أهلاوي في شباك المجد واحد واحد هنا الفتوى والوسبا كرة وسباوية الوسبا أفضل في الشوط الثاني الوسبا أميز في الشوط الثاني الوسبا ممكن أن يضيع الدور إذا ما بقيت نتيجة على حالها على الفتوى كرة نتيجة وسط الملعب حسين جويد هو من سجل لأهل حلم كرة في وسط الملعب مش أدراك تعود في الخطوط الخلفية عبد الجواد بيطار معاد خاطب من حسن أبو كف عدد بالمنتصف السلطان في وسط الملعب عبد الجواد بيطار بيطار يلعب كرة باتجاه الأمام فرصة أولى انتظرناها كثيرا وأتت نبحث عن الهدف بالنسبة للفريق في منتصف الملعب مالك علي يلعبها ممتازة جدا تمرنات راية عبد الجواد بيطار يلعب على يلعب مع سائر الشامي كرة على اليسار دفاعية ممتازة تعود الكرة مرة أخرى لصالح فريق الوسبة كرة تعود مع ناصر فريق الوسبة كرة في وسط الملعب باتجاه على أدالي لوحده بين أربع لعبين من فريق الوسبة في الخطة الأمامي خضر من فريق الوسبة البينية ممتازة جدا في وسط الملعب انطلاق عبد الجواد بيطار عبد الجواد بيطار مع الكرة يلعبها لي رامي خدهات ممتازة خطرنا لصالح فريق الوسبة الكرة وصلت لواء الرفاعي ولكن قطع الكرة مصطفى وعادت وثباوية مرة أخرى عند عبد الجواد بيطار يحاول من هناك على الطرف عبد الجواد يعود في الكرة سي كذلك من رامي ترك عادت عند لعبي فريق الوسبة وصلت إلى رامي عامر لعب الكرة باللعبين الكرة ما زالت وثباوية ممكن كرة فيها محاولة تعود إلى إبراهيم العبد الله شوف الضغط واحد على واحد للعبي فريق الفتو على لعبي الوسبة مازار المستمرة للوسبة التسديد من بعيدا ماذا التسديد من بعيدا ماذا فوق المرمى سي لعب الكرة لداخل منطقة الجزاء طول لعب الكرة خطيرة داخل المنطقة رأسية خطيرة الكرة من عدل جواد بيطار تسديد من بعيدا ماذا تسديد من بعيدا ماذا تسديد من بعيدا ماذا بالمتابعة من عبد الله ستان المتابعة والمحاولة هناك مشروع مرتد ولكن حمدكو لم يستطيع الوصول من أمام حسن ولكن التغطية كانت موجودة تمريره وصلت محمد الحسن مابين لعبين محمد يفق الوقر مع الجواد بيطار بيطار ذات حروق اللعبين إلى حسن أبو كيف ملعوبة عرضية عرضية لم تصل العرضية إلى خارج أرضية الميدان محول الكرة عبد الله حمدوز يحاول الدخول ولكن هناك تغطية وعودة في الخطوط الكلام عن كرام وضياء كلاهما يجد اللعب كجناح وكظهير بالتالي عناصر تساعد أي مدرب على تطبيق أفكاره بكل تأكيد خضر هذا الدوري الكرة تصل عند البحر من لمسة وحيدة تجاه ماركو جوزيف كرة محولة على يمين هناك محاولة لفريق الوكبة هناك عرضية هناك عرضية هناك عرضية ولكن تصل ماركو جوزيف تجاه حجام تتر صالح فريق وسبه لنلاعب الكرة كرة خطيرة لصالح فريق الساحل البحث عن عرضية ولكن إبعاد أيضا موسيقى 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 تناقل الكرات عدة تمريرات متتالية من لعبي فريق الجيش ولكن مقطوعة هذه موسيقى 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 الكرة على الجهة اليسرى تنزاني عبدول يخسر الكرة الكرة عند وائل الرفاعي موسيقى 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 موسيقى